جرى تصال هتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا وكل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم خلال الاتصالين تبادل التهاني والتبركات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم ترجمة نانسي قنقر